لكن في نفس الوقت برضو لازم أن كل البلاد يكون فيها قوانين تحكم الإرهاب وتقضي على الإرهاب لأن من منطلق إنساني نفكر دولة ناس داخلين يصلوا في كنيسة يوم حد الصبح مش ضد أي حد ما أزوش أي إنسان يخش إنسان ويعمل فيهم طبعاً اللي حصل حاجة لا يقبلها أي إنسان فلازم أنه يعني الرحمة والعدل بيتقابلوا مع بعض العدل ده ده قانون مدني لازم أو يجب على الحكومة زي ما طبعاً سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني الحقيقة يعني قام بدور يعني رائع ورائد في كل المنطقة العربية وفي كل العالم يشوف قد إيه أنه هو يعني يهتم بنفسه ويمشي في الجنازة ويقدم العزاء يعني الحقيقة دور للحكومة وكل القادات من الحكومة حاجة الحقيقة مشرفة ومفرحة فنبتدي أن نحن نشوف أنه فعلاً فيه قانون مدني يتأكد أنه هو مفيش ناكلة لدماء الأبرياء أما من المنطلق روحي أو كنسي دي حاجة الكنيسة أو المؤمنين بيتقبلوها بفرح لأن لهم إكليل في السموات ودوة هدف الكل وأمل الكل أنه يكون لنا فعلاً إكليل في السماء من أجل حياتنا ومن أجل الحياة اللي إحنا عشناها نظف الأرض كلها يعني بيجهزنا لملكوت السموات فدية حاجة ما تخلناش مضطربين أو تعبانين أو مدنيين اشتركوا في القناة